اعلنت الادارة العامة للمرور عن تعاونها مع شركة طلبات البحرين عبر تقديم الدعم والتدريب لسائقي الشركة من خلال برامج تدريبية لرفع مستوى السلامة المرورية يأتي ذلك في سياق تعزيز الشراكة المجتمعية بين الادارة العامة للمرور ومختلف الجهات ذات الصلة بهدف رفع مستوى السلامة المرورية والتقليل من معدل الحوادث على الطريق تقوم الادارة العامة للمرور على التعاون الهادف وتبني مختلف البرامج مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وضمان سلامة مستخدمي الطريق ضم جهود الادارة العامة المرور في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق ورفع مستوى السلامة وانسيابية الحركة المرورية بدأت الادارة برنامج تدريبي تعوي بالتعاون مع شركة طلبات البحرين وبلغات مختلفة بهدف تعزيز الوعي لدى سواق الشركة وسواق الشركات الأخرى المتخصصة في مجال توصيل الطلبات يأتي هذا البرنامج التدريبي لحث السواق على عدم ارتكاب المخالفات المرورية والتأكيد عليهم بأن الادارة تقوم برسط كل المخالفات من خلال كاميرات الأنظمة الذكية وعدم التهاون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المستهترين الذين يتسببون بالخطر على حياتهم وحياة جميع مستخدمين الطريق وفي ذات السياق تحرص شركة طلبات على تجسيد مبدأ الشراكة المجتمعية وتحقيق التعاون بين الطرفين كي تكون شريكا في تعزيز السلامة المرورية ومساهما في تقليل معدل الحوادث على الطريق في شركة طلبات الشركة التقنية الرائدة محليا وأقليميا في توصيل الطعام والتجارة السريعة نعتزب هذه الشراكة الاستراتيجية مع الادارة العامة للمرور واللي الدل على حرص الجهتين لتعزيز مبدأ السلامة المرورية على الطريق حفاظا على سلامة الجميع وراح نواصل مبادراتنا مع الجهات الحكومية لتصبح مملكتنا الغالية مركزا رئيسيا للتجارة السريعة بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور قمنا بعمل مجموعة من دورات تدريبية لزيادة وعيهم بالسلامة المرورية جاءت هذه الدورة تزاون مع أسبوع السلامة المرورية في نسختها الثانية اللي أطلقت لشركة طلبات في كل فروحها في المنطقة لذلك نسعى لتقديم المبادرات الدورية بالتعاون مع الجهات المعنية نشكر الادارة العامة للمرور على دعمهم المتواصل في تقديم الدورات والمبادرات الهادفة وهكذا فإن الادارة العامة للمرور تنظم العديد من الحملات المرورية التوعوية بعدة لغات خصوصا في ظل تزايد عدد سائقي توصيل طلبات وتنامي هذا القطاع بهدف حثهم بالالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وتحقيق السلامة العامة اشتركوا في القناة